اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لان عارفين ان القناة الاول وطبعا القناة الاول بتقوم محتاجة دعم και تشجيع من حضراتكم ان شاء الله مقطع جديد وان شاء الله النهاردة ونقدم لكم رؤكنا بشكل جديد ومختلف معنا رؤكنا متنقل جده لون كاموني او زتوني او بتروري طبعا اللون الكاموني ده معمول كاموني في كاموني مشagger المشقر فيه كاموني وفيه لون كاشمير وفيه بيش طبعا الألوان ما شاء الله برضو متناسقة وبرضو بننبه على حركة يعني أن دايما الألوان بتبقى من اختيار الزبون يعني الزبون هو دايما بنبقى مختار الألوان علشان تناسب النقاشة أو الدهان عنده في الريسيبشن أو في المكان اللي هيتحط في الركن فدايما بتبقى اختيارات الألوان من اختيار الزبون علشان تناسب الدهان عنده الركنة ما شاء الله معمولة على جزئين على شكل حرف L في جنب الغرفة وجزء ثاني على يعني ما قاسه حوالي 270 سنطي ده في الجزء الثاني من الغرفة طبعا الركنة ما شاء الله يعني متصممة بتصميم بشكل جديد طبعا احنا مصورينها في الورشة وان شاء الله يعني لما الزبون يركب المكانة برضه هنجيبلكوا صورة تانية في المكان بتبقى اوضح واحسن طبعا من المكان في الورشة كمان الجزء اللي هو 270 معمول فيه عمود دوران متفرغ فيه عمود دوران زي ما ربكم شايفين ده الجزء اللي هو 270 المنعزل طبعا فيه مكان للعمود الدوران هوري لحضراتكو حالا اهوان ده مكان للعمود الدوران طبعا مكان ما شاء الله محكوم جدا على العمود ازا معناكو شايفين دير ركنة شكلها جميل جدا طبعا لو انت حرك عايز تقلبها كلاسيك او سادة بتقلب اللون المشجر ده على اللون اللي تكمل لان طبعا حركوا عارف ان احنا بنعمل الشلطة لونين لون مشجر ولون سادة فلو انت حرك عايز تقلبها كلاسيك هتقلبها عن كمون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة